الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير وأن يجعلني وإياكم من الهدات المهتدين ونسأله سبحانه أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يسر لهم نسكهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين قد غفر الذنوبهم وبعد ففي هذه الدروس نتدارس شيئا من الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري ورحمه الله تعالى في كتابه الصحيح لعل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستفيد من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويسير على هديه خصوصا فيما يتعلق بأمر الصلاة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي فلعلنا نستمع لعدد من الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللماس وعن النباذ وعن لبستين أن يشتمل الصماء وأن يحتبئ الرجل في ثوب واحد ثم يرفعه على منكبيه على منكبه ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء ونهى عن صلاتين صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس وعن صيامين الفطر والنحر قوله هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب ترك الفعل على سبيل الجزم وهو مما يفيد التحريم والفساد والتكرار والدوام وقوله عن بيعتين البيعة المراد جمع بيع والمراد عن نوعين من أنواع عقود البيوع وأولاهما اللماس وذلك هو بيع الملامسة قد ورد تفسيره بأنه أن يقول البائع أي ثوب لمسته يا أيها المشتري فهو لك بكذا كما نهى عن النباذ وهو المنابذة بأن يقول البائع أي ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا فهذان النوعان من أنواع البيوع مما نهي عنهما والعلّ في المنع منهما ما فيهما من الجهالة وهكذا نهى عن لبستين الأولى اجتمال الصمّة بحيث يأخذ خرقة واحدة يلف بها جميع بدنه والثاني أن يحتبي الرجل في ثوب واحد والاحتباء يكون بتغطية جميع البدن ثم يرفعه على منكبه والمنكب ما يكون فوق الكتف وهو العظم الذي يكون بين أو المفصل الذي يكون بين العضد والكتف ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء فإنه حينئذ هذه اللبسة تؤدي إلى انكشاف العورة ونهى عن صلاتين أولاهما الصلاة بعد طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس ونهى عن الصلاة بعد أداء صلاة العصر حتى تغيب الشمس ويدخل وقت المغرب ونهى عن صيامين الأول صيام يوم الفطر والثاني صيام يوم النحر فهذا الحديث فيه عدد من الفوائد منها أن الأصل في البيوع الحل والجواز وأن المنهي عنه هو الذي يحتاجه إلى دليل ولذا قال الله تعالى وأحل الله البيع فدل هذا على أن الأصل في البيوع هو الحل والجواز وهذا هو مذهب أحمد وطائفة من علماء التابعين والجمهور يرون أن الأصل في البيوع المنع حتى يأتي ما يصحيحها ومذهب أحمد في هذا أقوى وبالتالي فإن الأصل في العقود الجديدة من عقود البيع هو حلها وجوازها وصحتها ولزومها حتى يعرف دليل يدل على المنع من ذلك العقد وفي الحديث أن البيوع المبنية على جهالة سواء كانت جهالة في الحال أو في المآل فإنه يمنع منها ولا يجوز تعطيها وفي الحديث دلالة على أن البيوع المجتملة على جهالة بعقود باطلة غير صحيحة لا تترتب عليها آثار العقود الصحيحة من انتقال الملك بين البائع والمشتري وفي الحديث النهي عن بيع الملامسة وبيع المنابذة وقد تقدم بيان المراد بهما وفي الحديث أن الأصل في باب اللباس هو الجواز وحل اللبس إلا ما أتى دليل بمنعه ولهذا نهى عن أنواع من أنواع اللبس والتحريم في باب اللباس قد يكون لمادة الملبوس كما نهى عن لبس الحرير للرجال ولبس الذهب وقد يكون لمخالطة الملبوس بشيء كون الملبوس قد اختلط بنجاسة أو لتعلق حقوق الآخرين كما في المغصوب والمسروقة فإنه لا يجوز لبسهما أو لهيئة اللبس وطريقته كما في لباس اجتمال الصمة والاحتباء التي ورد في الحديث النهي عنها وفي الحديث حرص الشريعة على ستر الأبدان وعدم ظهور العورات وأن من المستحب أن يسعى لإنسانه إلى تغطية ما استطاع من بدنه وفي الحديث من الفوائد أن من أوقات النهي ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس فهذا الوقت لا يجوز لأحد أن يصلي فيه ولا أن يتنفل فيه وقد وقع الاختلاف في فعل ذوات الأسباب في هذا الوقت فقال طائفة بجوازها مطلقا ومنعها آخرون مطلقا وفرق طائفة بين الوقت الموسع فأجازوها فيه والوقت المضيق فمنعوها فيه ولعل هذا القول أرجح على ما تقدم معنا فيما سبق واستدلى بهذا الحديث طائفة على أن وقت النهي في الفجر لا يبتدئ إلا بأداء صلاة الفجر ولأظهر أنه يبتدئ بدخول الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر وركعة الفجر تؤدى قبل صلاة الفريضة فدل هذا على أن التحريم يبتدئ من طلوع الفجر ويدل على هذا ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران أما أحدهما فلا يحرم الطعام ولا يحرم الصلاة وأما الآخر فيحرم الطعام والصلاة فدل هذا على أن وقت النهي في صلاة الفجر يبتدئ من طلوع الفجر من الأذان وبالنسبة لسنة الفجر هذه مستثنات فإن السنن الرواتب تفعل في أوقات النهي الموسع ولذا من فاتته سنة الفجر قبل الفريضة صلها بعد الفريضة بل من فاتته سنة الظهر جاز له أن يصليها بعد العصر كما نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أنه يحرم على الإنسان أن يصلي بعد أدائه لصلاة العصر وأن التحريم يستمر وقته إلى غروب الشمس بغياب جميع قرص الشمس وفي هذا دلالة على أن ما قبل صلاة المغرب ليس بوقت نهي إذا كان بعد غروب الشمس وفي الحديث تحريم الصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وأن من صامهما فإنه يأثم بذلك متعلم عن نهي الشرع عن صومهما وفيه دلالة على أن صوم يوم العيد من الأمور الباطلة الفاسدة وبذلك قال الجماهير وقال الإمام أبو حنيفة بأن صيام يوم النحر والفطر من الأمور الفاسدة وليست بالصحيحة وترتب على ذلك أنه على مذهب الجمهور من نذر أن يصوم يوم الفطر فإنه لا يلزمه هذا الصوم وحينئذ يأخذ حكم نذر المعصية فعند الجمهور يلزمه كفارة يمين وعند الشافع لا يلزمه شيء وقال الإمام أبو حنيفة صيام يوم العيد فاسد وليس بباطل فإنه لم ينهى عن أصل الصوم وإنما نهي عن إيقاعه عند وجود صفة معينة هي كونه في يوم العيد ومن هنا فإن العبد متنذر أن يصوم يوم العيد لزمه أن يصوم يوما آخر فعند أبي حنيفة أن الفاسد يمكن تصحيحه بخلاف الباطل وقول الجمهور في هذا أقوى لأن التفريق بين الفاسد والباطل مبني على انفكاك الأصل عن وصفه وهذا الانفكاك إنما هو في الأذهان أما في الواقع وفي الخارج فإن الشيء لا يكون إلا بصفته فلانفكاك بينهما لأن الذهن يتصور صورة مجردة للأشياء وبالتالي يمكن أن يفرق الذهن بين أصل الفعل وبين الأوصاف اللاحقة به بينما الذي في الواقع لا يقع أصل الفعل إلا عند اقترانه بالأوصاف التي تكون معه وعن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنا ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يؤذن ببراءة قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منا يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر إلى الناس من ذلك العام فلم يحج في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك قوله هنا بعثني يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن أبو بكر الصديق قد أرسله ليبلغ رسالة لعموم الناس من من حج البيت في تلك السنة قوله في تلك الحج يعني في الحج الذي كان في السنة التاسعة في الحج الذي كان في السنة التاسعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لم يحج في تلك السنة لعدم استقرار أحوال الناس ولم يحج في السنة التي تليها وهي السنة التاسعة لأنه لا زال يطوف بالبيت أناس عرات ولا زال يحج البيت أناس مشركون فأجل النبي صلى الله عليه وسلم حجته لتكون في السنة العاشرة بينما في السنة التاسعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس وكان أبو بكر قد كلف عددا من الصحابة بأن ينادوا في الناس وأن يكونوا مؤذنين يوم النحر يؤذنون في ميناء وميناء يلبث الناس فيها في يوم العاشر يوم العيد وأيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فكان من ندائهم الذي نادوا به ألا يحج بعد العام مشرك ويمكن أن يكون هذا النداء في يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة حيث يمكث الناس في ميناء من أجل جلب المياه التي يشربون منها ويغسلون منها قال أبو هريرة فبعثني أبو بكر في مؤذنين يوم النحر وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة نؤذن بميناء وميناء مشعر داخل حدود الحرم وكان مما نادوا به ألا يحج بعد العام مشرك والمشرك ومن يصرف العبادات لغير الله تعالى كأولئك الذين يدعون الأصنام ويسجدون لها ويطلبونها العون على حياتهم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر المشاعر من الشرك والمشركين فأخر حجته لتكون في السنة العاشرة وأرسل أبا بكر ليحج بالناس في السنة التاسعة وكان مما ينادون به ألا يطوف بالبيت عريان والمراد بالطواف بالبيت الدوران حوله وكانوا يدورون ويطوفون عليه سبعة أشواط ومن شأنهم في الجاهلية أن غير أهل مكة لا يطوفون بالبيت بثيابهم التي أتوا بها من الحل فمن وجد من يعطيه الثياب من أهل مكة لبس ثوبه فطاف ومن لم يجد طاف وهو عريان سواء كان رجلا أو كان إمرأة ولذلك أثر عن إمرأة أنها كانت تطوف بالبيت وقد وضعت يدها على فرجها ليس عليها من اللباس شيء تقول واليوم يبدو بعضه أو كله فما بدى منه فلا أحله فكانت هذه عادة أهل الجاهلية فلما جاء الله بالإسلام أزال ذلك وأمر الناس بأن يتخذوا اللباس الذي يستر عوراتهم وأبدانهم ومن هنا كان يرسل من ينادي في الناس ألا يطوف بالبيت عريان قال حميد بن عبد الرحمن وهو الراوي عن أبي هريرة ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب من علي بن أبي طالب أن يلحق بأبي بكر فيقرأ في الناس سورة براءة لما فيها من إمهال المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض وبعد ذلك لا يمكنون من دخول مكة ويزالون عنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يؤذن الناس بسورة براءة وذلك لأن من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يبلغوا رسالة مهمة قام المرسل بإرسال بعض أهله وليبلغ الرسالة فهكذا كان فقد كان علي قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمهيم وسورة براءة سورة عظيمة فيها البراءة من الشرك والمشركين والأمر بإبعادهم عن بيت الله الحرام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال أبو هريرة فأذن معنا علي أي أصبح ينادي في الناس وينادي في أهل ميناء يوم النحر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة فكان يقرأ على الناس سورة براءة وكان يبلغهم فيقول لا يحج بعد العام مشرك ويقول ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر سمي الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تقع في يوم العيد في يوم النحر فإن فيه رمي الجمار وفيه الحلق والتقصير وفيه ذبح الهدي والأضاحي ودم التمتع وفيه أيضا حلاق الشعر وفيه أيضا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ولذا سمي بهذا الاسم يوم الحج الأكبر وهذا يوم النحر من أجل قول الناس الحج الأصغر وقال فنبذ أبو بكر أي طرح بين أيدي الناس وبلغهم المقالة العظيمة أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان فأرسل مناديب ينادون في الناس بهذا الحكم ففي السنة العاشرة لم يحج مشرك واقتصر الحج على أهل الإسلام وأهل التوحيد قال فلم يحج في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك وهو العام العاشر ففي هذا الحديث من الفوائد فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومكانته حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه ويرسله لتبليغ أحكام الشريعة وليقود الناس في أداء النسك وفي هذا الحديث حج أبي بكر رضي الله عنه بالناس في سنة تسع وفي هذا الحديث أنه لا بد أن يكون للناس إمام أو نائب له في تنظيم أمور الحج لألا يحصل من الفوضى والالتباس والاختلاط ولألا تترك ترتيب أمور الحجيج وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحكم العام الذي يحتاجه إليه الناس ينبغي تعميمه وإرشاد الناس إليه ولذا اختار أبو بكر عددا من المؤذنين الذين يؤذنون بهذه الخطبة العظيمة وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إلقاء المواعظ والنصائح على الحجيج سواء في يوم النحر أو في غيره من الأيام وفي الحديث منع المشركين من دخول مكة المكرمة وفي الحديث أنه لا يصح للمشرك حج ولا يقبل منه وفي الحديث مشروعية الطواف بالبيت وفيه نهي العريان عن أن يطوف بالبيت مما يدل على أن طواف العرات لا يصح ولذا على الإنسان عند أدائه للطواف أن يتفقد نفسه فإننا نجد أن بعض الناس يكون هناك فتحة في أسفل ظهره وقد أوجب الله عليه تغطية ذلك المكان وهكذا نجد أن بعض النساء يظهرن شيئا من أبدانهن وهن مأمورات بالتستر في هذا الباب وفي هذا الحديث فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعظم مكانة سورة براءة وما فيها من اجتمال آياتها على البراءة من المشركين وفي هذا الحديث أيضا بيانوا أن يوم الحج الأكبر هو يوم العيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة وفي الآية إنذار المشركين بقوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وفي هذا الحديث أيضا أن صاحب الأمان من المشركين يجب احترام وأمانه وعدم التعرض له ولذا لم يكن من شأنهم رد المشركين من الحج في السنة الأولى حتى طهرت مكة في السنة الثانية وفي هذا الحديث بيان وتعريف الناس بيوم الحج الأكبر وفي هذا الحديث من الفوائد امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبتهم في السير على طريقته أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يبارك فينا وأن يجعلنا ممنوعين على طاعة الله عز وجل والقيام بشرعه كما نسأله جل وعلا أن يكفينا شر الأشرار ومكر الكائدين الفجار اللهم كفنا كيدهم اللهم رد كيدهم في نحرهم يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقوا لات أمرنا في هذه البلاد وجازهم خير الجزاء وكن معهم وأييدهم بتأييدك واجعلهم ناشرين لشريعتك محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وأقسم عند نبيention محكمين بسنة نبيك